السلام عليكم ومرحبا بجميع المتتبعين من القناة في الصرف البارد الأخوان سأتكلمون عن مواضيع جد جد مهم الموضوع الأول هو الرحلات الاستثنائية التي تقوم بها إيطاليا وكذلك إسبانيا هذه الرحلة مهمة بالنسبة لإسبانيا لأن الكثير من المتتبعين يزالون عالقين في المغرب كل سلات لها الإقامة وكل التي ستسليل هذه الأسبوع عندي خبار صار لكم في هذه الرحلة التي ستكون نهار 22 أفريل إذا أبقيتم معي تأخذ الفيديو سأريكم كيف تشجلوا سأريكم كل ما يمكن أن نشارك هذه الرحلة التي تكون من تنجل خزيرة سأكون باخيرة كبيرة ستجزوا عدد كبير ساحب الدراسة ساحب تأشير التجمع العائلة بثائف سلات المرسيدنسيا ولكن سأشرح لكم كل ما نريكم كيف تدخلوا وتشجلوا بطريقة صحيحة لكي تستفيدوا من هذه الرحلة الاستثنائية كذلك الناس من إيطاليا ستحرك رحلة جوية من كازاولانكا إلى ميلانو نهار 21 أفريل حتى أنه لا أبقوا معي لكي نشرح لكم كيف تدخل الريحة هذا كموضوع الموضوع الثاني هو الموضوع الخراز يعني عرفتوا بين الخراز لكن جاءت الوقت لأن الأمور تطورت وفعلا ممكن أن الخراز يتوقف قضائيا ويتم المتابعة قضائيا ويمكن أن يضع ملايين ملايين دراهم ويمكن أن تعويض الخراج للجالية أو هذه الجمعيات المزعمة لكي تدعي ممكن أن تدعيه في الكثير من المحكمة الأوروبية وكذلك في المغرب حاولوا أن تتبعوا معنا وتتبعوا معنا الفيديو كامل في مسجدات متيرة ولكن لا تنسوا نطلبكم دائما لا تنسوا المجهود لا تنسوا أن تدعمونا في جيم جيم هي أول شيء دعونا تعليق أي شيء مرحبا بكم لا تنسوا دائما تدعموا ونبدأ الخبر الأول المهم الأخوان سوف نبدأ لكم بالخراج في موضوع الخراج حقيقة كما سوف نجعل لكم الصورة في الخبر وتطورات متيرة في ملف الخراج والجالية المغربية بعد التصريحات الأخيرة كما تعرفون أن الخراج يدعوا إساءة كبيرة للجالية خرج إعتذر بطريقة ملغومة أعتذر وفي نفس الوقت يطعن واحد الفئة الاعتدار الثالث تهم الكثير من الأخوان الذين خرجوا ودواوا وعادة كبيرة للجالية تهمهم بالعمالة وتهمهم بأنهم خائنين الوطن وهذه هي جريمة والجنحة الاتهام كما سوف نقرأ في هذا الخبر لجاء من عدة دول هنا في الاتحاد الأوروبي بشأنهم سيدعوا الخراج علما لهذه الجريدة وفق مصادر مطلعة جدا أن عدد من الهيئات الجمعوية بأوروبا تعتزم رفع شكاية موحدة ضد ضابط الشرطة المتقاعدة عبدالقادر الخراج لدى الجهات المختصة وذلك على خلفية تصريحاته الأخيرة التي وصفت بالموسيئة للجالية المغربية ذات المصدر أكد أن جمعيات بكل من بلجيكا فرنسا وإيطاليا تشتغل حاليا على شكاية موحدة سترفع في أقرب وقت إلى كل من السيد عبدالطف الحموسي المدير العام للأمن الوطني وكذلك إلى المصالح القضائية المختصة تشتغل شكاية في المغرب للأمن الوطني وكذلك تكون القضاء عن طريق وكل الملك بهدف المطالبة برد الاعتبار لكل أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج التي أساء إليها الخراز بتصريحاته الحاطة حيث ما قال أن نصفهم يعيشون على السفاكيتي وأنهم سوف يفلسون إذا ما اعتمدوا نفس المهدام الغذائي الذي يعتمده عموم مغربة بالوطن وهذه تسمع إيهانة بأنه إيهانة الجالية عدد الجالية رفح إيهانة دولة دولة أخرى بالقوام ديالها العدد السكان خمسة مليون لا يتزوج خمسة مليون العدد الجالية المغربية يفوق سبعة المليون سبعة المليون مواقن مغربي محسب على الجالية مقيمة بالديار الخارجي يعني خارج المغرب وثمانين في المئة مقيمة في الاتحاد الأوروبي من هذه الجالية ورغم اعتداره عما صرح به من قبل فإن جمعية مغاربة الخارج المذكورة توصر رغم أنه أعتذر لأنه ما أعتذرش واضح توصر على الذهب بعدما الخرز في هذه القضية حيث لم تستبعد مصادراً أن تطالب بوقف برنامجه الذي يبدوه عبر قناته الخاصة على اليوتيوب سيطالبون أن يوقفون لهذا البرنامج لأنه برنامج ليس سيء وسائل فئة كبيرة من شعب المغربي اللي هي الجالية والمطالبة بتعويض مالي عن الضرر الذي يلاحق المشتكين هذه الجمعية تفعل لمشت في المصر القانوني ومشت في أمور قضاء أيام محدى يعني تكون الأمور فيها الشفافية لا يشتقضوا في التعويض لأنه إلا كان المحكمة محكمة بهذا لأنه ضرر نفسي للوحدة عدد كبير للمواطنين الجالية لذلك أخوان أعطى الحق لجمعية بشأنه يتنصبوا ويدفعوا للجالية ولا يرفعوا دعوة محق أي واحد معتبر من الجالية أنه يرفع دعوة ليس بالضرورة أن تكون جمعية أو لا ممكن بأن واحد إنسان واحد من الجالية يرفع الدعوة قدام المحكمة هذه الجمعية مدى أنهم مقيمين هنا فعندهم الأهلية وعندهم الأحقية بشأنهم يرفعوا دعوة فالأمر ممكن بأنه يعني يمشي بعيد يمشي بعيد مع الخراز لأن الأمر عنده كما نقول له شواري خامزة القضية قضية حامضة كما نقول له ممكن بأنهم يدعوه هنا تفل المحاكم الأوروبية وكتعرفوا المحاكم الأوروبية تتامد حقوق الإنسان وكتعرفوا بأن هنا يعني غير العائرتي غير الحياة وكتعاقب حتى للسجن من غرامة حتى للسجن أو غير المرأة التي قلت لها كلمة خائبة ممكن أنك تعاقب أو الطفل التي قلت لها كلمة لا تتعاقب بفمك ممكن أنك تدخل الحبس فممكن أنه يدعو الخراز أنه يتمنع من الدخول الأوروبية وتولي عنده صوابق هنا في الدول الأوروبية إذا لم تتخذ الحق في المغرب مدى أن هذه الجمعية غادية في هذا المصار موما الأخوان سوف ننوفيكم بالجديد لكن شي جديد في هذا الموضوع سوف ننوفيكم به موما الجمعية لا تصرف لأنها سترفع الدعوة موحدة كأن الجمعية كانت في بلجيكا فرنسا وفي إيطاليا الخبر الثاني الخبر الثاني هو هذه العالقين الحمد لله بأن إسبانيا بعد منطمة عدد كبير هذه الرحلات منكازة يعني جوية بحرية منطانجة فبقوة العدد كبير إسبانيا وبقوة عدد كبير فالآن إسبانيا سفارة إسبانيا في المغرب تنظم رحلة يعني كبرة منطانجة الخزيرات 22 أبريل كما سوف ترون معنا الإخوان سوف نحاول أنني سمحوا لي سوف نحاول أنني نصور لكم كيف أنكم تشجلون لأن بثافة الإخوان تسولوني كيف أخي مصطفى أن تشجلوا الرحلات التي نقبل لماذا هذه منوعة هذه رحلة خاصة من نوعا خاصة ليس خاصة للفئة بل من نوعا خاصة لأنها أعطت الأحاقية ليس غير الإسبان التي يشاركوا فيها أعطت الأحاقية للمغاربة المقيمين لديهم لكن حداري لديهم لديهم تسعين يوم يعني تسعين يوم لكن فايت تسعين يوم فخصوا يمشي للسفارة الإسبانية ويعني يدوم معاهم ويعطيهم ورقاء ودورا معا إشراءات لكن الذي في إطار تسعين يوم لذلك ثلاثة شهر فمن حقه أنه يشارك في هذه الرحلة ويجي في حالته صحاب تأشير الدراسة لأنه نقول لكم دائما الطلبة عند من الأحاقية تأشير الدراسة صحاب تجمع العائلي وصحاب ريسيدنسيا صحاب ريسيدنسيا اللي منتهية اللي سادت لها مهمة في المغرب بسبب الإغلاق الحدود كذلك الإسبان هذه معروفة زائد وحد القضية لأي واحد أي مواطن أوروبي سواء كان فرنسي سواء كان ألماني سواء كان أي بلد ممكن عنده الحق سوف نشارك في هذه العملية أو في هذه الريحلة السيطنية سواء كان عربية كذلك سوف نجلس هذا الموقع كما ترى الإخوان هو رابط في أول تعليق وفي صندوق الوصف كما ترى كما ترى 22 أبريل تنجام ميد الخسيرة استمار الطلب إذا تغير ركب واحد تغير ركب واحد تتخلي غير واحد تتورك هنا مثلا نحن نحن نشعر أساس واحد كان عندك الطفل كان عندك بيبي يعني بقي جانين يعني يقل عمره على عام تتجيل هنا تتورك كذلك عندك السيارة تجيب السيارة تدرناها عام كتب له سيارة تدر له إلا كتيلة سيصل لك مثلا الميناء تدره رحلة أو طاكسي أو وصلك من العائلة سوف يأخذونه بسيارة هذه السيارة التي سيصل لك للميناء خصوه من نقل بيانات المركبة يعني التشجيل المركبة النوع الطنوبيل إلى آخره الاسم السائق لا يوصل لك الميناء الاسم العائلي الرخصة السياقة الهاتف السائق يحدد على ثاني إقامة هنا تدخل العنوان الراكب الأول الذي كان العنوان طنطنة سهل مدينة الوجهة النهائية في إنتاجها إلى آخره الاسم اللقب اللقب الثاني الذي كان لديه الجنسية إسبانية والمغربة أو الناس الذين لديهم الجنسية إسبانية وممغربة لديهم جنسية إسبانية رقم جوز الصفار رقم الواضح التليفون ضروري لأنه يتصل بكم لأنه يسرط لكم ميساج فالتليفون حاول أنكم تراقبوه وكذلك الجمال تجل هنا وتعلق وتعلق ما هو الحالة أو إلى آخره هنا لقد قرأت وقبلت الشروط المحدد الذي أتمكن من القيام برحلة طنجرة المتوسطة المغرب الجزيرة الخضراء توافق هنا توافق على هذا وتلاحظت لأنه لا يتصل لك في الوائب إلى آخره هنا يكمل سوف يكمل سوف يكمل سوف يكمل سوف تشجل خاصة هذه الشركة أنه لا يتصل لك المساج أو الرابط الذي سيتخلص فيه في البنكة هذا الرابط يجب أن يصل في مدة 12 ساعة يعني الذي تشجلت سوف تحضير مع تليفون في مدة 12 ساعة يجب أن يتصل إذا لم تراقبت تليفون وفي 12 ساعة لأنه لا يتصل لك المساج يجب أن تشجل من أزيرة إذا يجب أن تشجل يراقب تليفون لكي يخلص هذه الرحلة لكي تأكسب نهائيا يعني أنك تخلص إذا الذي تخلص يجب أن تصوح دراسه مع تليفون هذا فيما يخص الأمر إسبانيا نقول بأن فيزا توريس فيزا توريس فيزا توريس فيزا سياحة فيزا سياحة فيزا سياحة سياحة فيزا دراسية فيزا طبية تجمع العائلة تأشير التجمع العائلة المواطنين الأوروبيين وكذلك المقيمين هنا المقيمين هنا المقيمين في إسبانيا والمقيمين التي انتهت لهم أقل من ثلاثين يوم أم من تسعين يوم يعني من ثلاث شهر نتمنى أن كل أمر واضح ندوز كذلك الرحلة الإيطالية كذلك السفارة الإيطالية علنات على رحلة جوية من كازابلانكا إلى ميلانو جميع الناس إيطاليين لديهم جنسية إيطالية كذلك الناس المقيمين في إيطاليا ومصدودين عليها من الحدود في المغرب ممكن أن يشاركوا في هذه الرحلة جوية لا يوجد رابط سوف نبحث عنه ونضع لكم لكن نحاولوا أن تتواصلوا مع القنصلية الإيطالية التي كانت في كازاو والسفارة الكبيرة وهو لا يعطيكم كيف ستجلوا إلى آخر لأن رحلة نهار 21 أبريل من كازابلانكا الميلانو نتمنى بأننا تكون الأمور كاملة واضحة تحياتي لكم ومع السلام لا تنسوا الإخوة ندعمونا بلايك ونجمو بارتجو معنا لتعامل الفائدة ومع السلام ومع السلام